كما شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة سيد زايد بن راشد الزياني والوفد المرافق له كممثلا لمملكة البحرين في عمال اجتماع السابع والاربعين للجنة الاقليمية لمنظمة السياحة العالمية الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو الجاري حيث أكد سعادة الوزير أهمية وتوقيت هذا الاجتماع خصوصا لما تمر به المنطقة من تغييرات كبيرة وواسعة على المستوى المحلي والاقليمي والعمل عن كتب لحل كافة المعوقات التي يمر بها القطاع السياحي في المنطقة منطقة الشرق الأوسط ووضع خطط سياحية مشتركة لتعزيز فرص نمو وتنمية هذا القطاع الحيوي خلال الفترة القادمة كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشان السياحي والتي بينها بحث برنامج العمل العام للفترة من 2020 و2021 ومناقشة المعايير المنسقة للبروتوكولات لمنطقة الشرق الأوسط وتسمية البلد المضيف ليوم السياحة العالمي للعام 2023 وعدد من الموضوعات المتعلقة بشأن السياحي بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر